السلام عليكم وعيد اكتشاف نفسك هتكتشف في نفسك حاجك هتمتشويها بقى لها خالي مثلا بنكلم في خمسة واشر سنة في حياتك بقى أقل تقدير وحاجة هتصلح جزء مهم جدا من نفسيتك طبعا قبل ما ابدأ انا احب اشكر جدا كل الناس المهتمية واللي بتزن واللي بتطلب الحلقة وكل الناس اللي بتشير الحلقة ديت وكل الناس اللي بتعمل فول وكل الناس اللي بتعمل لايك وكل الناس اللي بتعمل كومنت حقيقي انا انا بشكر جدا كل الناس اللي بتسمع البودكاست ومش اجذب عليكم انا عاوز اقول لكم ان انتوا من الصفوة لسبب ان انتوا بتسمعوا الموضوع في البداية انا مدرك ومتوقع البودكاست الزيت والحلقات ديت هتنتشر اكتر قدام ولكن هيبقى الصفوة والزبط للناس اللي بيسمعوا في الاول اوكي فانا حقيقي بشكركم شخص شخص بشكر كل حد بيسمعني دلوقتي حقيقي انا ممتن جدا لوجودك بشكر كل حد بيشارك ده لانه هو مش بياخد المعلومة فقط انه هو ياخدها وبس هو حد بينشر علم هو حد بينشر خير اذا مات ابن قدم انقطع عمله الى من ثلاث منهم علم ينتفع به العلم هنا مش شرط اللي بيقوله بس ولكن العلم هنا اي علم انا بلغته انا كنت سبب فانتشاره فشكرا حقيقي لكل حد بيساعد ان عمره ما يوقفش وان هو ينشر علم وينشر خير حتى بس لو بعمل شير طبعا عايز اخص بالذكر ناس كده معينة طبعا اشكر جدا سلمة اشكر جدا احمد عبدالغني اشكر جدا ايمان شالتوت اشكر جدا يسر اشكر جدا 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 نور اشكر جدا زينب زينب زايد ليه بقى زينب زايد اشكرها زينب زايد مبدايا هي صديقة وزميلة في الجمع في كل ايه معايا من الناس اللي انا بتشرف وفخور ان انا تعرفت عليها الفترة الاخيرة وهي نقدر نقول كده حطت لي حوالي ثلاث اواربع اسئلة او تسئولات بتدور في الماغة وبتدور في الماغنا كلنا حوالين موضوع حلقتنا النهاردة النهاردة احنا هنتكلم على ايه النهاردة هنتكلم على التسويف والمرقعة بين قصين الجميلة هل التسويف جميل اللي انا اكتشفه النهاردة ان التسويف حاجة حلوة لان احنا النهاردة هن sews اكتشف ان كتير جدا مننا ما كانش بيساوف اصلا وكتير مننا كان بيعمل حاجة حلوة هو ما كانش عارف بس للأسف الحاجة الحلوة ديت كان بيتقل عليها اسم وحش اسم الزبالة انه هو كان بيتقل عليها تسويف لكن لما نعرف ايه هو التسويف ونعرف ايه المماطلة ونعرف ايه المرونة ونعرف نفرق ما بينهم ونقدر نختاره واشن PHAT هنا ساعتها هندرك ان احنا مكناش بنسوف او كنا معظم الوقت مش بنسوف وبرضو في نفس الوقت هنكتشف طب انا لو مرن اعرف مني ان انا مرن وايه المميزات بتاعتي وايه الطبيعة بتاعتي وانا لو بسوف اعمل ايه عشان الخطر ما سوفش اوكي طيب خلوني كده في البداية نرتب دماغنا باول نقطة اول نقطة هي ايه الفرق ما بين التسويف والممطلة والتسويف والممطلة والمرونة طبعا قبل ما ادى بس كالعادة النهاردة تلاتين خمسة عشرين تلاتة وعشرين الساعة دلوقتي اربعة تلاتين تلاتين دقيقة فجرا الوقت المقدس بالنسبة لي للاي امتاج فكري طيب ايه الفرق ما بين التسويف والممطلة والتسويف والممطلة والمرونة بصوا معكم التسويف هو ان انا بأجل البدايات اه يعني انا سوف افعل يعني انا ها ذاكر انت مفتعتش كتاب اصلا انا هبعت الميل اوكي انت 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 حتى مقعدش عنات انا ها رد انت ما تعرفش الرسالة هي اصلا فانت ها تعمل ده كده اسم التسويف اوكي طيب وغالبا في النهاية انت ما تعملش حاجة اصلا وغالبا في النهاية انت ممكن تبدأ وما تخلص حاجة او ما تبدأش اصلا ده التسويف الحاجة التانية وهي الممطلة هي انك بتبدأ ولكن انت بتطول مدة تنفيذ الفاعل يعني انت ممكن تبدأ وما تخلصش يعني المهمة دي تاخد منك اه ربع ساعة انت بتخلصها في ثلاث ساعات ده لو خلصتها لو خلصتها اوكي فغالبا انت الصيف الممطلة مش بنخلص اصلا اوكي المهمة ما بتعملش عارفين بالزبط زي اه الناس اللي قلت لك احنا ان شاء الله هنخرج سوا احنا نوين ان شاء الله نخرج مع بعض عارفين الناس ديت هم في الاخر ما بيخرجوش فده تسويف اوكي طيب اه الناس اللي قلت لك لا يلا بينا نعمل جروب ويعملوا جروب بالفعل ويلا بينا ونرتب معاد ونيجي قبل المعاد ده بتلات او اربعة دقايق ممكن ما ننزلش اصلا نعتذر او ممكن ننزل بس احنا قلنا فينا احنا سبعة فينزل اتنين بس اللي هو بنيجي وقت الجد وما نكملش للاخر عظيم ده كده المباطلة طيب المرونة هي ايه المرونة اللي احنا بنقول عليهم واللي احنا ساعات بننترق عليهم واللي احنا اصلا ممكن نكون دول جدا وكتير جدا من الناس اللي فاكر نفسها مساوفة وممرينين هو الشخص اللي بيلعب في الوقت الضايع الشخص اللي بيقدر يجيب جون في اخر دقيقة الشخص اللي بيعرف يتدلع ويرتاح ويتمرقع ويصيع طول الفترة وبييجي في اخر اللحظات بيجي مخلص كل حاجة حلو حلو عارفين الناس اللي بيكتبوا في السيفي بتاعهم الناس اللي بتعرف تشتغل تحت ضغط هم دول طيب محمد واضح كده ان فيه فرق كبير جدا وان كان فيه خلط موجود عندنا ما بين التصويف وما بين المطلب الناحية وما بين المرونة طيب ممكن تشرح لنا اكتر ايه هي صفات الشخص المرين وهل المرين ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة خلينا اقول لكم بصوا جماعة المرين ده السمة السمة يعني طبيعة بشرية يعني لا هي حلوة لا هي وحشة يعني احنا جوانا سمات وجوانا الصفات الصفات ديت ممكن اقول عليها حلوة او وحشة زي ايه زي حد كريم كريم دي حاجة حلوة البخيل دي حاجة وحشة طيب السمة المرين ده مش حاجة حلوة ومش حاجة وحشة مثال واضح جدا لو انا جيت قلتلك السكينة السمة بتاعتها ان هي الى حد. طيب هي حاجة حلوة اللي وحشة ان هي الى حد هتجي تقول لي مسلا حاجة وحشة هقول لك تمام اوكي بس انا لو اكلت بها حد هتقول لي بقت حاجة حلو هقول لك لا هو انا اللي عملت حاجة حلوة وانا اللي عملت حاجة وحشة دور السكينة ان هي تقطع 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 تفاحها تقطع جلد تقطع بني ادم تقطع رقبا المهم ان هي بتقطع ولما ما بقتش بتقطع يعني لو تخلت عن السمة دية هي ما بقتش سكينة اصلا بقت حديدة. اوكي? طيب. فبالتالي المرونة في الاصل مش ميزة ومش عيبة. ولكن المرونة هنا على حسب ما هتوظفها. على حسب ما هتستخدمها. زي ما قلنا في السكينة على حسب ما هستخدمها. ولكنها في الاخر اسمها سيمة. طيب. هل كل الناس مارنين? الاجابة لا. في ناس مارنة واللي مش مارن بيكون شخص حازم. يعني الناس بتتولد يا مارن يا حازم. طبعا ما فيش داعي خالص ان انا اقلش على اسم حازم. اوكي? فخلونا كده ايه? نحترم نفسنا. وما نقلش خالص على اسم حازم. طب تعالوا كده الاول نعرف ايه هي صفات الشخص المارن. وعلى الجانب بقى بتاعه الاخر هو صفات الشخص الحازم. اوكي? انا هقول لك عشر صفات. وانت بتدي حدد ايه هي الصفات اللي موجودة فيك. هل انت تابع المارن ولا انت تابع الحازم. الشخص المارن بيحب يستمتع جدا في اول الوقت. بيحب يكبر دماغه وبيرتاح ويزبط قهوته ويروق مكتبه والدنيا تبقى زي الفل. لحد لما بيجي في الاخر يعني بعد لما يرتاح ويانتخ ويتمرقع ويتعولق. يجي في الاخر يشتغل ويخلص الورا. الشخص الحازم العكس. يعني ايه? يقول لك يا باشا انا دماغي هتبقى مقلوبة. انا خلص الورايا وبعد كده عاد اشرب كباية الشاي الباب بتاعتي. اوكي? مين الاحسن? محدش يقول للمارن احسن. ومحدش يقول للحازم احسن. وغالبا الناس المارنة هتشوف ان المارن ده اريح. يا باش احنا لازم نزبط دماغنا الاول ولا شرب كباية قهوتنا الاول بعد كده نشتغل. فهي ما فيش ميزا وعيب ولكن فيها طبيعة بشرية. طيب. الشخص المارن بيحب يحسم الامور وبياخد القرار في اسرع وقت. يعني بيحب يبدأ في اسرع وقت. ده اسف ده الشخص الحازم اوكي? الشخص المارن لأ بيحب ياخد يكون قدامه قرارات مفتوحة ما حدش يقيده. ما بيحبش قيود. فبالتالي من الحاجات الرخمة بالنسباله والخنقة هي جدولة امتحانات. ليه? لان هي حاجة مقيدة. وفي نفس الوقت بيأجل اتخاذ القرار لاخر لحظة. بيأجل هو هيبدأ يذكر ايه? لاخر لحظة. الشخص المارن دي الصفات الثالثة. الشخص المارن ممكن يغير من اهدافه من خطة العمل بتاعته من وقت للتاني. ليه? يعني هو بدأ مثلا في الفصل الاول بعد كده بص لقى التالت اصغر منه. فممكن ابدأ بالتالت وخلصه. او لقى الفصل السادس في اسئلة كتير هتيجي منه في الامتحان. في يكنسل دول ويبدأ بالسادس. فعادي جدا ان هو يغير. مفيش مشكلة منا في الاخر هخلص كله. الشخص الحازم انا طالما بدأت يبقى خلص الوراية زي ما انا مرتبه في الاول. اوكي? الشخص المارن ما بيحبش يكون هو عايش في نظام وقت او مكان محدد. يعني الشخص المارن ممكن يعود يزاكر فوق المكتب. ممكن يعود يزاكر على الارض. ممكن يعود يزاكر على السرير. ممكن يعود يتمشى في الاوضة. هو بيحب يكون براحته. ما عندهش المكان المفضل. وما عندهش المفضل. ساعة يزاكر بليل ويطبق. وساعة يزاكر الصبح الى اخره. الشخص الحازم لا. حد منظم جدا. انا بزاكر من الساعة كزا للساعة كزا. فالشخص الحازم لو خط وقت او خط جدوى المذاكرة هينفزه. انما المارنين المارنين بالنسبة لهم جدوى المذاكرة اقصى حاجة هتتعمل اللي هي هتكتب في الورقة. وبعد كده فين الورقة همش لقيين الورقة. اوكي? الصفة الخمسة. الشخص المارن موعيده متغيرة. يعني عادي جدا ان هو يكون شخص نسبيا ممكن يتأخر عن موعده لحد اخر اللحظة. يعني بيزنق نفسه زنقة الكلب الغريب في الحرة غريبة. لحد اخر اللحظة بعد كده ايه? ينافز. اه موعده مارن يعني ممكن يغيرها. اوكي? يعني ممكن يعتذر عن حاجة عشان خطر حاجة تانية. فعنده عنده حرية ان هو يغير. ما عندهش حاجة اسمها المعادة المقدس بنسبة كبيرة. الشخص الحازم لأ موعده حازمة جدا. طالما ما قال معاد فهو بينفزه بيلتزم بيه حتى ولو كان ده هيدره. اوكي? الصفة الستة. اه وركزوا معي في ديت. ماشي? بص يا سالي. الشخص المارن ما بيحبش يرتبط بخطة عمل. يعني لو حط جدول للمذاكرة وحط خطة عمل بحيث يخلص اللي ورا مش هيلتزم بيها. هو عاوز يحط خلص ايه وايه وايه? وشكرا على كده. هبدأ بقى ازاي? وهخلص ايه? واحلها ازاي? يا باشة سيبني اجربها ودوس فيها بنفسي. الشخص الحازم لأ بيحب يخطط لكل شيء قبل ما يبدأ. الصفة السبعة. الاتنين بيحترموا القانون. ولكن الشخص المارن بيدور على روح القانون. يعني اجماعة مفيش مشكلة خالص. انا حتى لو بذاكر بنظام البوميدورو ان انا ممكن ان انا يعني قعد وقت زيادة شوية. ان المفروض ننامي الساعة عشرة فهننامي الساعة اتناشر. فهو شخص عنده احترام للقانون ولكن هو بيشتغل بدماغه. عكس طبعا الشخص الحازم في نظام واي حد يخال في النظام ده فهو حد مستهتر ولا ممكن ما اشتغلش معه اصلا. الصفة التامنة. الشخص المارن بطيء في تنفيذه. ولكن بيركز جدا على الاتقان. ان هو يخلص الحاجة صح. الشخص الحازم سريع في تنفيذه. وبرده بيركز على الاتقان. وده اللي يفرق لي ما بين اتنين يعني كتير من ناس هيشوفوا ان الشخص المارن ده طب ما بيتمرع يعيد طب ما بيسوف يا جماعة لا. هما الاتنين في الاخر بيخلصوا. يعني شخص المارن او الحازم الاتنين بيخلصوا. لكن المسوف مش بيخلص اصلا. الناس اللي بتقعد تصيح وتقعد تصوت وتقعد طلتم قبل الامتحانات وهم عارفين نفسهم كويس قوي. وفي الاخر بيجوا ليلة الامتحان بيلموا الدنيا. في الاخر بيجوا قبل الامتحان بيوم يومين بيلموا الدنيا. بيجوا يوم الامتحان الصبح بيلموا الدنيا ما وخلاص ما الدنيا تلمت. فهو بالنزارة ده حد مارن ما هو انا بزنق نفسي زي ما قلت لكم زنقة ايه? ها? برافو عليكم زنقة الكلب الغريب في الحراء الغريب. هيا الفكرة في كده. انت عارف ان انت جاي في مكان مش مكانك. وفي الاخر انا بخلصه. اوكي? طيب. الصفة التسعة. الشخص ده المارن بينهي اوقاته في الاوقات الحارجة. يعني ده الشخص اللي بتلاقيه ماسك الورقة الحد وهو داخل اللجنة. وبيلقط معلومة معلومتين تلاتة. لكن الشخص الحازم لا 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 انا بكون لما بالدنيا كلها قبلها وتلاقيه حد داخل رائع. ليه? ملا لو مسكت الورقة قبل الانتحان هتوتر واقلق وانسها. بس خلاص. فعارفين نموذج كده للناس اللي بتشجع الكورونا. نموذج الاهلي في وقت من الاوقات النادي الاهلي كان بيلعب كورو. يعود اتمرأة. ويتعلق كده طول المطر. وقبل يعني قبل ما يعني زي ما نقول كده الوقت الضايع يعني في الوقت النهائي بنكتشف المفاجأة. اول ما تلاقي الحاكم بيقولك يا باشا خلاص احنا في الديقة تسعين ولا الديقة واحد وتسعين. يجي الاهلي لابة بالجن بتاعهم. ايجي بالجن. الاهلي بييعرف يلعب في الوقات الحارجة. عكس فرق تانية. مش هتكلم مسلا عن فريق زي زمالك او بعض الفرق تانية والله وانا بحب زمالك فعلا. بس فريق زي زمالك عنده مشكلة. لو حس في نص المطش او او في نص اه يعني لسه قدامنا مثلا نص ساعة على المطش. ان المطش ضاع منه ممكن يسلم نمر. خلاص. انا كده كده خسران. جميل ففريق الزمالك اكتر هو لو صنفناه هنقول اكتر ستايل حازم. الاهلي ستايل مارين. اوكي? طيب. الصفة العشرة والاخيرة. اه المارين عنده قدرة عالية جدا على تأقلم على الضغوط. الضغوط دي بالنسبة له عاملة زي هولز اللي بالنعناعة. اللي هي بتخش شريئك تحرقك. بس في نفس الوقت ممتعة. حلو. حلو التشبيه ده اصلا. والشخص الحازم لا بياخد وقت على ما يتأقلم على البيئة دي. لذلك في بعض انظمة التعليم اللي هو بقى كل شوية نقعد نغير في النظام ونغير في الجداول وكلام ده كله. الشخص الحازم يتوتر. المارين بالنسبة له باشي احنا على حكايتنا. احنا كده كده اصلا ما بدأنا. فهو بالنسبة له ما عندهش مشكلة خالص حتى لو بدأنا ما عندهش مشكلة خالص ان هو يغير في الطريقة. شخص عنده قدرة عالية جدا على التكيف. دولة عشر صفات. هقولهم سريعا في المارين بس. المارين بيستمتعي الاول بعد كده يشتغل في الاخر. بيحبي القرارات والخيارات قدامه تكون مفتوحة وياخدوا القرار في اخر لحظة. ممكن يغير من اهدافه او من خطة العمل طالما هي حققى نتاج افضل او اسرع او اجود. شخص ما بيلتزمش بمكان او بوقت معين. موعده مارينة جدا. اه حياته مارينة جدا لكل احتمالاته ما يحبش يكون في خطة عمل. اه بيحترم القانون ولكن بيحب يمشي بروح القانون. اه بطيه في التنفيذ ولكن مع اتقان. بيؤجل وبيسوف وبيشتغل في الاوات الحارجة. وعنده قدرة عالية جدا على التكيف وتأكله مع الضغوط. مسا مسا. مسا مسا. دي صفات المارينة. طبعا انا بشرح دلوقتي انا اكاد اجزم ان انت دلوقتي اعرفت نفسك انك مارينة. يا فلانة. وان انت دلوقتي اعرفت نفسك ان انت مارين. يا فلان. ايه ده? ده انا معظم الصفات. طبعا ما فيش حد يعني مش شرط يكون كل الصفات العشرة تطبقوا فيك. بس هنقول خمسة او ستة او سبعة تطبقوا فيك. فانت اكتر نمطك مارين دية سما انت مولود بيها. فانت ما كنتش بتتمرقع. انت الحد اللي لما بيتضغط الضغط بالنسبة لك ده هو ده تدافع. هتيجي تقول لي محمد غيرها ازاي? هقول لك ما ينفعش. ما ينفعش تتغير حاجة زي كده. انت قدر تكتسب بعض مهارات الحزم. ولكن لن تستطيع ان تكون شخص حازم. انت هتفضل شخص يا مارين. اوكي? طيب. نيجي على الجزء التاني بقى وهو طب. محمد انا معلش اكتشفت ان انا شخص اكتر حازم. او اكتشفت ان انا مارين. وانت قلتني ان المارين ده الفرقة بينه 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 انت سويف. انه بيخلص الورا. بيجيب نتيجة كويسة. او نتيجة مرضية بالنسبة له. والعلم النتيجة المرضية مش شطي تكون نتيجة نهائية. يعني واحد عارف ان انا في المطش ده انا عاوز اجيب واحد صفر فخلاص. واحد تاني هو شايف في المادة ديت انا عاوز اجيب عاوز اعدي بالمادة ديت. بس خلاص اوكي? واحد شايف ان انا عاوز اجيب فيها جيد. خلاص اوكي? فيعني انا طالما انا خاطت هدف وقدرت ان انا او حتى ده ومش تارجة الاعلى. فخلاص مفيش مشكلة بالنسبة لي كبيرة. طيب. انا اكتشفت ان انا انا بخلص اصلا. يعني انا ممكن ادخل الانت حانوان اصلا مش مزاكرا حاجة. يعني انا بعمل تسويف. انا ممكن قعد اتفق على حاجات كدير جدا. وفي الاخر ما نفزهاش. طب اعملي بعد. تعالوا اقول لكم هتعملوا ايه دلوقتي? لو انت شخص بتسوث. رقم واحد وده اهم شيء. الغي اي مشتتات تماما. صوت النتفيكيشن بتاع الموبايل اقفله. ظهور النتفيكيشن على الموبايل بتاعك من بره اقفلها. اه يفضل لو انت ناوي تزاكر اعمل موبايل وقلبه على وشه. عشان اضاءة الموبايل والاخر كل الكلام ده بيفصلك. فديت حاجة. لو مشتتات بالنسبة لك موجودة في صحاب فتمام. برضو ايه بعد عنه? طيب. في حد يقول لك لا والله انا بزاكر اكتر وانا مفزت صحابي. هقول لك يا راجل يعني انت بجد انت بتزاكر. فلو قلت لي اه والله العظيم انا احنا مع بعض بتشجع بعض اكتر. فهو لك تمام دوس. لكن انت اضرب نفسك. في حد بيزاكر وفي حد بيتشتت. في حد بيحب بيزاكر في كافية وفي حد بيتشتت من كافية. في حد بيحب بيزاكر في البيت وفي حد بيزهق وبيفصل وبيمل وبيتشتت ووقعت البيت لوحده. فما فيش مشكلة خالص. فاول حاجة اقضي تماما عن اي مشتتات. اوكي? طيب. الحاجة التانية. يفضل انت تشغل الويت نويز حواليك. يفضل. عشان خاطر ما تشتتش قوي. الويت نويز زي ايه عيز? زي صوت المطر وصوت الموسيقى الهادية او او الاخر. او في حاجة جميلة جدا سالمة بعثتها اللي النهاردة اه عن حاجة اسمها براون نويز. براون نويز هي صوت دوشة بس بشكل مختلف. تقدروا برضو تعملوا عليها سرش. الحاجات دي كلها بتشغالة في ودانك هي بتعمل لك صوت انت مش مركز فيه. طيب. محمد ينفع اسمع اغاني وانا بذاكر الاجابة هي لا. طيب ينفع اسمع القرآن. وانا بذاكر برضو الاجابة هي لا. ليه يعيد? لان الكل بساطة هنا فيه كلمات وهنا فيه كلمات. معنا القرآن مع الكامل القدسية والتقدير والاجلال ليه. ولكن اسمع القرآن بس بس. وانت بتذاكر انت دماغها غصبا عنها بتبدأ تركز هي ايه الكلمات ديت? سواء حتى لو كانت اغنية برضو هي ايه الكلمات دي? فانت دماغك بتركز مع الكلمات وبتبدأ مخك يحلل ويفك ايه الكلمات ديت? ويا سلام بقى تلقي نفسك انت عمل بالدندن مع الكلمات ديت. فلو انت تعملها اسمع صوت مطر صوت دوشة صوت شتة صوت اي حاجة انت بالنسبة لك تكون نمطية وتكون هادية. اوكي? يبقى قضي عن المشاتدات. الحاجة التانية اسمع الحاجة التالتة وهي. اه دايما انحط الهدف بتاعك وحط الهدف الواقعي اللي انت محتاج توصله ومش اللي انت لازم توصله. يعني انا في انا محتاج ان انا يعني اجيب من كزا لكزا. اوكي خلاص. طب الكزا لكزا لكزا ديت هتجاب من اهني فصول واحد اتنين تلاتة اربعة من اصل خمس او ستة فصول. يبقى انا هركز على دول. الباقي هتبقى راه. ولكن دول هركز عليه. فبلاش تحط المبالغات. وبلاش السياسة بتاعتهم يومك اللي بتقعد تقول ان انت حط قدامك اللي امتياز عشان لما جبتوش تجيب جيد جدا. يا باشا يا ويما احنا في الاخر بنلبس مقبول وده ما شلناش المادة. حط قدامك جايد عشان تجيبك جايدة باشا. حط قدامك الجايد جدا عشان تجيبك جايد جدا. حط قدامك امتياز عشان تجيب المتياز. لكن تحط حاجة عشان لو ما جبت هاش تجيب فكك من من الكلام ده لان الكلام ده كلام مش واقعي تماما. طيب. الحاجة الرابعة. احنا كده قولنا نقضي على المشاتدات. نسمع. الحاجة التالتة ان احنا نحط هدف واقعي. احنا بالفعل محتاجينه. مش هدف اه مأمول او لازم نوصل له. الهدف الوقعي ده لو ان انا عدي بالسنة فخلاص اوكي. عدي بالسنة وشكرا على كده. طيب. انا كعيدة على فكرة انا هدفي الاساسي هو ايه? هدفي الاساسي هو ان انا اطلع من السنة بتقدير عن جايد. بس خلاص. طيب انا فسنة جبت جايد جدا اوكي. ده يريحني بس. انا انا هدف الاسي هو جايد. عظيم. ليه? لان ده لا يخليني قدامها يساعدني ان شاء الله اعمل ما يسير او او اي الاخرى. فده مش بيخلي عليها لود كبير جدا. خلي بالكم. لان انا لو جاي جدا او امتياز لا ده بيعمل عليها لود. انا مش هدفي خالص ولا ببص على اوال طلبة ولا اوال دفع ولا الكلام ده ولا اعرف ما مين اصلا. ولا اعرف يا مين الدفع اساسا. كل دماغي فقط هي انا عاوز اجيب جيد. بس. طب انا ان شاء الله بيجيب جاي جدا. اهو انا اتباقي جيد. عشان خفف الضغط من علي. طيب. الحاجة خلص احنا بالفعل حددنا الهدف. انا عاوز اطلع من السنة دي بايه? عاوز اطلع من الشغلنا دي بايه? طيب. اه الحاجة التالتة بقى وهي ايه هي المهام المطلوبة تحقيق الهدف ده? يعني انت اش هتجي بيجايد? محتاج ان انت في كل المواد على الال تجيب جايد. طب عشان اجيب الجايد في كل المواد فانا مسلا مسلا المهام دي اتوليكم هتبقى في اورل في امتحانات شفاوية في في امتحانات طيب انا محتاج ان انا على الالف كل حاجة من دول ان انا اجيب فيهم اعلى من متوسط اعلى من النص طيب في حاجات منهم هتخلص لي اوكي فانا بقيت نقسم الموضوع لمهام مفروض عشان اجيب التقدير ده هعمل واحد اتنين تلاتة. اوكي طيب عندي منهم مهام كبيرة زي ايه? زي ان انا هنزكر المنهج كله عشان انت تفتح الكتب ويلا بينا نذكر. لا. افتح الاول الفهرس. افتح الاول المذكرة. وشوف هو المادة دي بتتكاوم ان كان باب. وشوف عدد صفحات كل باب. واقرأ الاول عنوين كل باب. عشان خاطر تكون ملم والله المادة دي عبارة عن خمس ابواب ستة ابواب. الباب السادس ده اكبر باب. الباب التالت ده اكبر باب. وفي بابين صغيرين التاني والخامس. فخلص انت بقيت مرتب دماغك. عارف انت هتعمل ايه? طب انا دروقتي انفرهت. فخلاص انا هبدأ بالتاني والخمس. انا دروقتي عزقه الشنان فالتين دول مش ياخدوا مني حاجة. واستاذ ازا اهم واحد فده انا هركز عليه. الاول ده يعني هلقطه بعدين. مش مهم او بالنسبة لي. اوكي? فحدد نقدر نقول المهام. وابتدي قسمها المهام اصغر. وحدد الاولويات. انا هبدأ بايه? ثم ايه? ثم ايه? وما فيش مشكلة خالص انك تقول لي لا بص انا مش هركز في حاجة غير بس ان انا هبدأ بالاتنين دول. طب والباقي لما خلصهم هبص على الباقي. فانا كده حددت الاولويات بتاعتي. طيب. حاجة كمان آآ شغل فيديو قدامك. في فيديوز كتير جدا جدا موجودة على اليوتيوب. اسمها واسمها وفي فيديوهات تانية اسمها وورك وزمي. اشتغل معي او اذاكر معي. آآ دي من الفيديوهات اللي انا شخصيا بعشقها. دي بتبقى بارة عن فيديو والواحد قاعد بيذاكر. خش على اليوتيوب يا جماعة وانسيرش عليهم هتلاقوها حاجة جامدة جدا. وفيها انواع كتير جدا. آآ حاجات فيها ميازك. حاجات فيها صوت مطر. حاجات فيها صوت تقتاكت القلم اللي هو بيكتب به. حاجات فيها لكاتب. حاجات واحد شغال على لابتوب. الموضوع كبير قوي. اوكي? فاختار الفيديو اللي انت عاوزه. هتلاقو في فيديوهات فيها نص ساعة. في فيديوهات فيها عشر ساعات. فالموضوع ممتع جدا. وبتحس ان في حد قاعد بيذاكر قدامك وقاعد بيذاكر معاك من غير ما يفصلك. آآ الفيديوهات ديك او انت حتى لو مش عاوز تتفرج عليها آآ في تكنيك اسمه الباميدورو. باميدورو هي كلمة ايطالية بتاعني التماطماية. هتسألني ايه علاقة التماطماية بتاعنا. لو تقول لك والله ما نسموها كده. نمانيش نعواني. اسألهم هما. تقنية الباميدورو هي عبارة عن ان احنا بنقعد خمسة وعشرين دقيقة نزاكر. وبعد كده بناخد خمس دقيقة. الخمسة وعشرين دقيقة احنا مش بنبص فيها على موبايل. مش بنعمل اي حاجة خالص. ولكن احنا بس بنخلص فصل او آآ باب يعني من الحاجات اللي ورانا. بنخلص مهمة من المهام اللي احنا قسمناها. طيب على الجانب الاخر بعد دقيقة خمس دقيقة. الخمس دقيقة دول ما نفعش تكون قاعد على المكتب. ما نفعش تكون عادي بتزاكر. وسواء خلصت او ما خلصتش قوم بخد بريك. ليه لان هو المخ اصلا بعد خمسة وعشرين دقيقة هيفصل. اوكي? طب انا لسه ما خلصتش بعد الخمسة وعشرين ابقى بعد خمسة وعشرين والخمسة ابقى آآ آآ اقعد تاني وخلص. طب عاوز في الخمس داي دول تلعب جيم. ما فيش مشكلة خالص بس يكونوا خمس دايق. ولما تم اربع جلسات يعني نص ساعة احنا قلنا خمسة وعشرين وخمسة. يعني نص ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص ساعة. اربع جلسات. هنا ممكن تاخد بريك نص ساعة او ممكن تاخد بريك ساعة كاملة تفصل فيه. وبعد كده ترجع تاني تقعد اربع جلسات الى اخر. طيب آآ لو انت مش قادر تلتزم بكل الكلام ده بس انت بالفعل بتجرب تعمله. ابتدي اطلب المساعدة والدعم ان حد يتابعك. ان انا كل يوم هبعت لك آآ والله الفصول اللي انا خلصتها. الحاجات اللي انا ذكرتها. ابتدي خلي ان في حد يتابع معاك الحاجات دي يكون متفاهم طبيعتك. مش بيطلب منك حاجات فوق المأمولة. وان انت بالفعل لو مبعتش يبعت لك ويأكد عليك. فديت من النصايح المهمة جدا اللي تزبط معاك نقطة التسويف. بكده في حلقتنا النهاردة نكون اتكلمنا على رقم واحد ايه الفرق بين التسويف والمماطلة والمرونة. ايه اصفات الشخص المرن. وعلى الجانب الاخر ايه هي لو انا بسوف ايه هي الحاجات اللي اه يعني تبقى عندنا عاملة مشكلة ونقدر نعالجها كتسويف. طيب. قبل ما اختم في اربع اسئلة زينب كانت بعدها هم دي. اوكي. السؤال الاول انا عاوز اعرف ليه بسوف مع اني بيكون عندي رغبة حقيقة في انجاز اللي انا بسوفه. اوكي. طب بص يا زينب احنا احنا جاوبنا يمكن في الحلقة ديات. بس خليني برضو كده اجاوبك بشكل المنجز. رقم واحد انت ممكن تكوني شخص مرن بيحب يخلص في اخر اللحظة. اه وده بيكون شيء دافع بالنسبانه ان هو يخلص ان هو ينجز. فديت حاجة. اه او ان انت حط هدف اعلى من قدراتك. ان انا اه مش قدراتك ان هو ان انت حد ولايه. لا. ان انت حط مسلا مسلا ان انا هجيب ولاكن امتياز. طب انت هجيب امتياز ليه? عشان اجيب امتياز. عشان انا حد بسعى وراء. لا انا محتاجة ان انا اعرف اجيبي الدرجات اللي انا عاوزاها. مش الدرجات اللي اتفرضت عليها او الدرجات اللي اتقفتي بتطالبني بيها. طيب. السؤال التاني. ليه بسوف الاولويات بالذات يعني اكتر المهمات اهمية بالنسبة لي? هي اكتر حاجة بسوفها. ممكن لان احنا بنكون شايفين حاجة كبيرة اوي. لان احنا مدينها اكبر من حجمها. اه حاولي تكسر الاولويات المهمة ديت لمهام فرعية ده هي سهل عليك. الحاجة التالتة. اعمل ايه عشان اتخلص من موضوع دوت. وهل ينفع اخلص منه تماما ولا هي تركبتي بقت كده? لا لو تركبتي كده فانت مش تخلص منه. هو مش عيب. هو بالعكس انا ازنق نفسي زين انت الكلب الغريف الحارة غريبة في اخر اللحظة انا خلاص بقيت عايف نفسي. ان انا بحب ازنق نفسي او بحب حد يزنق افوات معين. ده يخليني ان انا اخلص. اه وقلنا برضو لو انا بسوف اه اعملها ازاي? وقلنا الفئة اللي قبلنا اتنين ان ده ما بينجسه اصلا وده بينجس في اخر اللحظة. فلو انت من نوع اللي في اخر اللحظة بيعرف في لم الدنيا فانت كده مرنة مش بتسوفي. اه رابع واخر سؤال اعمل ايه لو وراي مهمتين او اكتر اه عاوز انجسهم. انا بحس ان انا مكركبة جدا. لما بيكون وراي مهم كتير جدا. وبحس ان الوقت ده عليا فما عملش حاجة خالص. هنا اه احنا يمكن هكتاني يعني. رقم واحد اه حددي الهدف بتاعك. رقم اتنين حددي المهام اللي جوه الهدف ده. رقم تلاتة حددي الاولويات اللي انا هبدأ بيها. رقم اربعة ابدأ باول اولوية على طول كده. ماشي ابدأ بها ازاي بنظام البوميدورو او الخمسة وعشرين على خمسة. ويشغلي قدامك الفيديوز بتاعت او اسمعي ده هتدي ان هو اه يصبط معك كتير جدا. نزلي اسمه تاع الغابة اللي هو بتاع البوميدورو. نزلوا ابيكيشنز جماعة اكتبوا كده بالعربي او بالانجليش. هيظهر لكم ابيكيشنز كتير جدا بتساعدكم انكم تعملوا جلسات او تعملوا جلسات تركيز خلال اليوم. دور كده الاربع اسئلة. اعاوز اسألكم سؤال تجاوبوني عليه في التعليقات. سواء التعليقات على سبوتيفاي او جوجل او جوجل بودكاست او انغامي او ساوند كلاود او الفيسبوك او اليوتيوب. اه السؤال هو انت طلعت اه شخص المرن ولا طلعت شخص حازم وانت طلعت شخص بتسوف ولا طلعت شخص مرن. يعني انت اكتشفت نفسك ازاي فشاركوني الاجابة ديت. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. كنت معاكم محمد عيد وبودكاست عيد نفسك. وحلقة مهمة جدا انتكلمنا فيها عن التسويف والمطلة والمرأع الجميلة. صباحكم زي العسل. اشتركوا في القناة